حقيقة انطرحت عدد من الاشكاليات في هذه المقدمة تحتاج إلى حلقات ولكن بالمختصر التظاهرات التي يقوم بها عدد من اللبنانيين عدد من الشريحة من الشعب اللبناني وما قام به المتظاهرين اليوم هي جزء من المشهد السياسي اللبناني هذه التظاهرات على أحقيتها ولكنها تتناول طرفا واحدا من الأطراف السياسية المسؤولة عن هذا الخراب في لبنان السؤال المركزي اليوم لماذا التركيز على رئاسة الجمهورية وعلى شيطنة رئاسة الجمهورية أين الحكومات المتعاقبة مما حصل في المرفأ ومما حصل في الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في لبنان أين النواب في هذا الموضوع وعين الكتل السياسية والأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومات المتعاقبة أقلها من عام 2005 إلى اليوم يعني التركيز على رئاسة الجمهورية بهذا الحجم هو تركيز ممنهج إعلامي وحتى من خلال الشعر اللي كان يكون موضوعيين الرئيس رئاسة الجمهورية هي مسؤولة كما هي الأطراف الأخرى مسؤولة أيضا الأجهزة الأمنية مسؤولة ماذا كان تفعل الأجهزة الأمنية أول من أمس في الحريق وهي منطقة عسكرية مقفلة ولبنان اليوم في حالة طوارئ أين الأجهزة القضائية من التحقيق الذي يحصل منذ الرابع من آب إلى اليوم أين هم المتهمون لماذا لم يقدم المجلس العدلي والنيابة العامة التمييزية وكل المحققين في هذا الموضوع المتهمين إلى القضاء هناك أسئلة مشروعة كبيرة عند الشعب اللبناني في الحقيقة ومن الظلم أن نقزم ونفوكس فقط على رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع هناك مروحة واسعة من المسؤولية مسؤولية النظام اللبناني النظام الطائفي في لبنان وفي المقدمة زامراتكم كانت تؤشر إلى هذا الموضوع لن يتم الإصلاح في بعض عدد من التظاهرات هناك من الضروري أن يحدث تغيير في هذا النظام اللبناني الطائفي لكي نبدأ خطوة الألف ميل في التغيير